شوف يا معلم في مبدأ كده في السينما المصرية لو النجوم يتعلموه كلنا حنرتاح أول ما السكة تهرب منك وساهمك ياخد طريق النزول ارفع السماعة لعمك شريف عرفة على طول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي حنتكلم عنه النهاردة هو الانس والنمس أحداث فيلم الانس والنمس بتدور حول شخصية تحسين مدير بيت الرعب في أحد الملاهي واللي في يوم من الأيام بيقابل نارمين وانجذابه لها بيؤدي إلى حادث مروع لكن اللي تحسين ما يعرفوش هو أن نارمين مش إنسانة وأن الحادثة اللي حصلت بتربط مصيره بمصيرها بناء على قواعد عيلتها عيلة النمس ومع قرب تحسين أكتر من نارمين ومن عيلتها بيبتدي يشوف علامات بتشعره بالقلق فيا ترى ايه اللي حيحصل الانس والنمس هو أفضل فيلم لمحمد هنيدي من ساعة أمير البحار وأمير البحار ما كانش يعني الفيلم الجامد قوي هي بس كانت آخر مرة اتقابل فيها اللي هنيدي بيحب يعمله مع اللي الناس مستنيا منه هو بيحب صورة معينة من الشخصيات مغيرهاش بقاله تقريبا 12 سنة بيحب يضع النكتة أولا حتى لو ده بيتحدى المنطق بتاع الدراما والمنطق بتاع الحياة كلها وبيحب دايما يتنقل ما بين جانبي النكتة ساعات يبقى النكتة نفسها وساعات يبقى انعكسها وبكده بيدي فرص للممثلين المساندين اللي معاه انهم يلمعوا اللي الناس مستنيا بقى هو محمد هنيدي توقيته الكوميدي نبرت صوته تعبيرات وشه وبيستنوا فيلم حلو فيلم كويس حتى مجرد علبة محترمة عشان أعرف أستمتع بالهنيدي اللي جواها لأننا بقلنا فترة طويلة بنطلع هنيدي اللي في العلبة وبنستمتع به بعيدا عن الفيلم في الميمز أو في المقاطع القصيرة أمير البحار مكانش علبة فخمة خالص بس كان بيحتوي على نسخة من هنيدي تقريبا في الفورمة الإنس والنمس بقى علبة أفخم شوية وفيها نسخة من هنيدي عندها علامات لوحد عاوز يرجع للفورمة ده اللي شريف عرف فهمه يا جماعة دي تاني مرة يعمل فيلم من بطولة محمد هنيدي وفي المرتين مجربش يحوله دايما كان بيستثمر في اللي عنده ويقدم من خلاله فيلم مختلف وكويس وهو ده الإنس والنمس فيلم مختلف وكويس مختلف لأنه بينتمي في عالم كوميديا الرعب حاجة اتجربت قبل كده في السينما المصرية ولكن مش بالحجم ده ومش بدرجة الاعتماد دي على الخدع والمؤثرات البصرية وكويس لأنه متماسك إلى حد كبير وما فيهوش فجوات كبيرة والأهم من كده أنه ناجح على مستوى الكوميديا الإنس والنمس عارف مهمته كويس آه في اعتماد كبير على الأدوات الخيالية والخارقة للطبيعة وممكن كمان نقول المرعبة بس هي موجودة بهدف وحيد وهي إنها تخلي الناس تتحك وتتحك بسبب التأثير اللي بيفرضه حضور هنيدي واللي هو بيحب يوفره التوقيت، الوشوش، الأصوات، التنقل الدائم بين جانبي النقطة وده مش دايما كان في الجول ولكنه ما كانش بيبعد قوي عنه يعني فيه محاولات كوميديا في الفيلم أقدر أقول إنها مدحكتنيش بس في نفس الوقت ما خلتنيش أمتعد فيه محاولات كانت تفولية أكتر من اللازم مش مستوية بالقدر الكافي أو مرهقة من حمل المؤثرات البصرية وده على الرغم من إن شغل الجرافيكس بشكل عام أفضل بكتير من اللي كنت خايف منه بس فيه أغلب المحاولات الكوميديا اللي في الفيلم تحكت وفي النص التاني بالتحديد ده حكت بعنف في النص الأول من فيلم الإنس والنمس تحسين كان هو النكتة شخصية مرتبكة مش شاطر خالص في شغله بيعاني من ضغوط الحياة ومن عدم قدرته على تحقيق ذاته ومن التصرفات المستفزة بتاعت أفراد عيلته حتى بعد ما نارمين دخلت حياته فضل برضو العنصر الغريب مغيب تماما عن حقيقة العيلة وخطتها وضحية للمفارقات المرعبة اللي بيقابلها في بيتهم ده كان كويس وكان فيه لحظات كتير ظريفة خصوصا لما الأحداث انتقلت لداخل بيت النميسة كان عندنا هنيدي الكلاسيكي اللي احنا عارفينه مدعوم بأدوات التجربة البصرية المتطورة واللي كانت بتقدم شغل جرافيكس حقيقي ممتاز في أغلب الأوقات حتى المشاهد اللي كان فيها عيوب واضحة كانت مقبولة جدا من منظور الكوميديا وواقع انها مش المكون الوحيد اللي على الشاشة عندنا اختيارات متميزة جدا لأماكن التصوير الخارجية والداخلية عندنا اخراج فني رائع وتصوير على أعلى مستوى عندنا منتاج كويس جدا وإن كان ألش في بعض اللحظات خصوصا في نهايات بعض المشاهد في النص الأول من الفيلم وعلى جنب كده لو حخمن السبب في ده حقول تقصيص بعض المشاهد لتقصير زمن العرض بس المشكلة الحقيقية اللي كانت عندنا هي ان الكوميديا اللي جاية مغزولة جوه مكونات التجربة البصرية ما كانتش أفضل كوميديا في الفيلم في النص التاني بقى الآية اتعكست تحسين أصبح خبير نسبيا في الأمور النمساوية وبقى بيقود ناس جداد لاختبارها والدته أخته والأهم منهم هما اللي اتنين جوز أخته وناس تانية كمان من النقطة دي ومن منظور النقطة هو انتقل عشان يبقى الانعكاس هو ما بقاش بيدحك هو بقى رد الفعل للحاجات اللي بتدحك اللي بيعملها الآخرون ومن النقطة دي كل حاجة بقت أفضل وبشكل متصاعد خصوصا مع ظهور الشخصية اللي بيجسدها شريف الدسوق اللي يعد في تقدير الشخصي أفضل حاجة في الفيلم شخصيته كلها على بعضها كده عبارة عن نكتة عنده لازمة معينة في طريقة كلامه كانت بتخليني أضحك حتى قبل مفهم هو بيقول إيه والأثر الكوميدي اللي كان بيعمله كان بيتضرب في عشرة لما كنت بشوف هنيدي بيتفاعل معاه هو بشكل عام فريق التمثيل المساند كله كان موفق كلهم الأحداث ادتهم نصبهم من الاهتمام وكلهم أخدوا أدوارهم والكوميديا اللي فيها على محمل الجد محدش كان مفعل خاصية الطيار الأوتوماتيكي زي ما كنا بنشوف من كتير منهم في أدوارهم مؤخرا مع شريف عرفة مفيش هزار يا جماعة حتى في الهزار نفسه بيومي فؤاد كان كويس جدا في الدور بتاعه عمر عبد الجليل كان رائع منه شلبي كانت رائعة انبسطت جدا من إن كان فيه مساحة معقولة لدور سليمان عيد وانبسطت جدا كمان من إن صلاح عبد الله في ظهوره الشرفي أخد مساحة عشان يقدم كوميديا صلاح عبد الله وآخر أكتر حاجة عجبتني هي عودة مودي الإمام لتقديم الموسيقى التصورية بتاعت الفيلم مكون مهم جدا كنا مفتقدين وفي أفلام شريف عرفة أنا استمتعت بوقتي وأنا بتفرج على فيلم الإنس والنمس واستمتعت في النص التاني أكتر بشوية من النص الأولاني التجربة البصرية كانت استعراض جميل جدا والكوميديا كانت عودة جيدة لهنيدي ولفريق التمثيل بالكامل الدنيا بس كانت حتبقى أعظم بكتير لو التجربة البصرية دي والكوميديا دي جمع بعض تقييمي لفيلم الإنس والنمس هو سبعة ونص من عشرة فيلم مناسب جدا للمشاهدات العائلية باستثناء بعض التلمحات على الماشي منقشة الحلقة تفتكروا شريف عرفة في فيلم القادم المفروض ينقذ مستقبل مين من النجوم والنجمات المصريين ياريت تسهموا برأيكم في الكومنس ألف شكرا لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شير ولايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول بول تابعوني على فيسبوك وتويتر ونيمو وإنستجرام وبي باي اشتركوا في القناة